مثلا عم بحكي لك تجربة شخصية أنا بدرس محاسبة دولية بس اتجاهت باتجاه آخر اللي هو صرت project coordination أو marketing أو هاي الشغلات لأني خلص لقيت حالي فيها فهاي هي اللازم توصل لكل طالب يعني إحنا عنا بالنادي هدف واحد ليش إحنا بنروح على الإشي اللي الضعيف بسموه weakness وبنحاول إنه نقوي طب ما فيه طريقة لتحسين مجتمع تبعك تروح على strength تبعتك نقطة القوة وتزيدها تخليها الطلاب يصيروا إشي بعدين فهاي هي يعني هدفنا الرئيسي طارق بدأ أسألك العضاء النادي اللي ما عموا درسوا مش مهندسين يعني لما يجوا يعمل زي هيك شغلة بتواجههم يعني برتاحوا نفسيا هنه بيشتغلوا هيك شي ولا بس هواية تانية بالإضافة لتخصصاتهم شو؟ هي صراحة في عنا طلاب كمان مش مش طلاب هندسة هلا أوكي في عنا الطلاب معظمهم اللي فازوا وكانوا بدرسوا هندسة جسور وطرق يعني كان هات تخصصهم أكيد مهندسين ها صح حني ومنتبعين كل الريقوليشن بس مش شعرت أن المهندسين أسكى ناس أو أسكى المشاركين بس أنا لس أبدأ أكيد لا هلا هذا جزء من الطلاب في الجزء الثاني في عنا طلاب كان يدرسوا في ناس كمبيوتور يدرسوا في ناس أركتكتور دارسينها أراضي على السوفت ويرز بس مش مطبقينها عمليا فهي المسابقة كانت يعني عامة خليل نحكي ما كانت تحصري في طالب لوجستيكس كان مهند مهند عمل جسر رائع وكان طالب لوجستيكس يعني ما له دخل بالمرة بالهندسة بس هو ميوله يمكن كان ميول يوضس هندسة أو حب الشغلة هاي وحب يشارك هي الشغلة أصلا مش إنه نبني جسر يحمل سيارات ولا يحمل إشيه هو مضبوط إنه الجسور اللي كلها اللي بتشوف فيها هاي العجردية هي بلشت هيك إنه مستحيل مثلا شركة كبيرة تعمل جسور بمليارات الرنير وبعدين تجربها وتنكسر فبيبلشوها أول إشيه بتوث بيكس بيعملوا عليها تست بريشيو مؤينة بكبروها بعدين طبعا فيه سوفتوير سيميليشن بتنعملوا وبنشاف كل مراكز القوى على كل الجوينت وبعدين تتطبق على أرض الواقع فنرجع الموضوع إنه إنه مش ضروري الطالب يكون متخصص بهذا الشي هي بس حب روح المشاركة روح المصابقة حبي يتعرف على ناس حبي يضيع وقته بأشياء مفيدة مش بأشياء غير مفيدة وشارك معنا في نقطة برضو إحنا نحاول نشجع الطلاب على البحث يعني حتى الطالب المش كتير يعرف بهذا الموضوع ليش مروح يدور ويتعلم ويبني جسره ويجرب شارك المسابقة فبرضو فيه طلاب كتير دوروا يعني هلأ هذا هو تخصص هندسة مدنية هندس جسور فيه طلاب هندس طاقة شاركوا معنا فيه طلاب هندس عمارة يعني فيه عدة أنواع من التخصصات شاركت معنا فإحنا منحاول برضو عن طريق النادي نعلم الطالب أنه يدور مش بس يطلق معنا فهذا برضو يعني جزء من رؤية النادي أنه نتشجع الطالب يبحث ويدور وطبعا عن طريق شيء يعني يعطيه موتيفيس يعني فيه بالآخر مسابقة بدروح عليها كنت يحافظ أكثر طب شو بتحس أضاف يعني جو المسابقة بعد المسابقة أبل المسابقة التحضيرات ايش بتحس أضاف للطلاب يطلعوا من جو المحاضرة والكتاب هكيش تحس تغير تفاعلهم كتير هو أضاف للطلاب يعني هلأ هذا المشروع تقريبا ألاف ساعات العمل كانت وراء قاعدنا نجهز له تقريبا ست أو سبعة شهر فهلأ الطلاب اشتغلوا على مشروع لمدة ست أو سبعة شهر تقريبا كان عنا فوق 25 طالب هم اللي اشتغلوا على المشروع هلأ كتير اتعلموا هلأ رح تكسروا ديالة طبعا طبعا هم ممروا بصعوبات بالطريق كتير بس الحمد لله اتغلبوا عليها كلها وتعلموا كتير يعني فيه شغلات نقاط رئيسية انه العمل الجماعي هاي نقاط رئيسي احنا دائما نحكي عنها طلاب جامعتنا ما بعرف يشتغل عمل جماعي كتير هلأ لما الطالب صار يشتغل مع 25 واحد يتعلم يتعلم ويحلوا المشاكل يعني هلأ طلابنا صار يواجه مشكلة يعرف حلها يعرف انه فيه ديد لين لازم يعني يلحق يتقيد فيه يتقيد فيه غير هيك ما تمشي المسابقة يحتكوا بطلاب الجامعات التانية هاي شغلة كتير حلوة بصراحة انه الطالب لما يشوف طلاب الجامعات التانية ويحتك فيهم كتير بتقدم له صح وتقريبا يعني كسرت الجليد حتى بين طلابنا يعني هلأ صار طالب اللوجيسيكس عندي يعرف طالب الهندسة وهيك فكسرت كتير جليد وكتير طورت الطلاب بصراحة وكتير ثقة بالنفس أنا شغلة كتير مهمة بيحبها طلابنا لازم تزيل تخطهم بنفسهم يعني هاي المسابقة بعد ما لجحت انا كتير شفت وجوههم يعني كتير مبسوطين ما شاء الله يعني بيحسوا بالانجازة بيحسوا انه عملوا اشي كتير مفيد وكتير نجح فبصراحة كتير قدمتهم هاي المسابقة إدارات الجامعات اللي تعاونتوا معهم سفيما تلف تلفون أنا مش عم باسم في تلفون دكتور عدنان العضائلة هلو هلو أهلا دكتور صباح الخير سعد صباحك أنا دكتور عدنان العضائلة عميد شون طلبة في جامعة البلقاء أهلين دكتور الله يعطيك العافية الله عافيك حقيقة يعني بالصد في أنا والد ولا باري لكن حقيقة الأمر يعني بدأتحدث عن هذا النادي تحديدا هو ما في شك أنه قضية النشاط الطلاب وصقل شخصيتهم هي أهمية يجب أن تلقى عيني من جميع الجامعات وإداراتهم خاصة عمدات شؤون الطلبة لأنه في الجامعات الأردنية إحنا دايما وأبدا يعني نقول بأنه هدف الجامعة بداية هو تخريج الخريجين ثم البحث العلمي ثم خدمة المجتمع فهذا العمل اللي بقوم فيه الطلاب الآن طلابنا في الجامعة العلمانية هو جزء أساسي من دور الجامعات في خدمة المجتمع ما في شك يعني هذه النجاحات اللي احنا بنشوفها دائما يعني لابد من جهد أشخاص آخرين الآن أنا يعني من خلالكم بحب أوجه التحيي إلى الدكتور محمد نزال بشكل خاص كمشرف على نادي الآي تريبلي وإلى أيضا جامعة الألمانية وممثلة بالأستاذ الرئيس يعني حقيقة الأمر له جوء كبير بدعم طلاب الجامعة العلمانية يعني حديثنا الآن نحن عن طلابنا مزبوط أنه يجب أن لا يكون هناك نظرة فردية لازم دائما يكون يعني عادي تيم ويرك بالطلاب الجامعات لكن حقيقة الأمر في جوء شخصي مفذوله وأنا عايش تجربة طارق مع أستاذه يعني هناك دعم كبير من الدكتور محمد نزال كان معهم بسياته الخاصة وبجهده الشخصي وانطلقوا أيضا إلى مواقع في عين الباشا أعتقد قبل ثلاثة أربعة سابع كان لهم إفنت كثير كويس مع طلاب المدارس هناك يعني الآن نحن بحاجة جامعاتنا وهذا رسالة الآن نبوجها لكل الإخوان العاملين في الجامعات الأردنية أنه طلابنا هنمو من إيمان مطلق بأنه عندهم فكر ممتاز طلابنا حقيقة الأمر عندهم رؤية مستقبلي واضحة هناك من يدعي بأنه هذا الجيل ليس لديه كثير من الإبداعات أنا أخالفهم الرأي لأنه أنا بعميدة لشنوط طلبة من حوالي خمس سنوات أكثر التصاق مع الطالب عندهم شي جميل جدا بحاجة لتوجيه هذه الرسالة أوجهها لكل جامعاتنا كل جامعاتها يجب أن تلتقي والآن أيضا هم طلاب اللي فازوا بالمراتب الأولى وأيضا من طلاب جامعة البلقة ولكن بالنسبة لي أنا حققت له أمر سوى من البلقة أو من الألمانية أو من هذا هم طلاب الأردنيين طلاب جامعاتنا المبدعين المتميزين كما كانوا وسيبقوا إن شاء الله بهذا التميز يجب أن لا نعمل بشكل إفرادي يجب أن نكون داعمين لطلابنا يجب أن يخصص لجملة هذه الأمدية العلمية التكنولوجية مبالغ مالية أساتذة على درجة كبيرة من الوعي على شاكلة الدكتور محمد نزال كمحطة أيضا شكرا جزيلا لكم لأن أنا على علمي أنه المحطة الأولى اللي بتصديف الطلاب المتميزين وهذا دورنا أيضا كإعلام رسالة أوجه لجميع المؤسسات الإعلامية والخاصة والرسمية أنه هذا الجيل من الشباب أنهم بحاجة إلى عناية عندنا ثقة فيهم عالية يجب أن يدعموا يجب أن يكون هناك تسليط أرضاء عليهم أيضا من القطاع الخاص النجاحات الآن في الجسور الموجودة الآن يعني هاي بتخص الطرق والجسور والسبب الإنجينيرينج بشكل عام ليما يكون معهم الآن الناس بيشتغلوا من الأمانة من البلديات يدعموهم يعني هو نجاح ليس نجاح فرد هو نجاح مجموعات في دعم في جامعات بتشتغل ويعني دائما أبدا إحنا يعني أرجو أن لو طي كثيرا منسمع بالسمرار أن جامعاتنا وشبابنا وعنف جامعي لا أبدا يعني إحنا للأسف حيث نسلط على جد بسيط جدا من سلبي بسيطة موجودة في الجامعات لكن هناك المئات من الإيجابيات أعلى من الأسف ما أتركز عليها كثير يعني نؤكد على الجانب السلبي على قلته ونبتعد على الجانب الإيجابي على كفرته وعلينا أن نعظم الإيجابيات علينا أن نجدول السلبيات ثم نبدأ بحلها حسب إمكانياتنا وحسب رؤية واضحة أنا بثقت طلاب الجامعات الأردنية بالمناسبة أثقت ثقة مطلقات أنا بثقت أساتذتنا في الجامعات يعني بدون غرور كان لنا دور بالجامعات الأردنية بتنمية الأكاذيمية والتعليمية في كثير من الدول المحيطة كان لنا يعني طلابنا أيضا الموجودين الآن في الخارج وأنا متابع كثير من طلاب اللي تخرجوا من المتميزين في كل الشركات العربية والأجنبية وفي الدول الأوروبية هذا بدل على أن هناك عناية كبرى من جميع المؤسسات التعليمية أكيد نذكرك دكتور الله يخلي لك أكيد طارق وفخور في الكون عبد الله بدي بس أسألك هيك سؤال الأخير قبل ما تنهيد أنا مستعجلة نعم مطوخ نعم هل يجب ننهيد؟ أنت رحت من الناس اللي كنت تروحها على تطلب ودعم من الشركات؟ بصراحة لا أنا ما رحت بس الناس من فريقنا يعني كانوا يروحوا كانوا يلا ودعم يعني يتأبلوا الفكرة؟ صراحة هاي الشغلة تفاجأنا فيها لأنه كانت قبل لا بس لما تروح أنت بطريقة منيها بحكي منطقي كنا ناخدوا لهم ميديا معنا أنه إحنا هيك يعني إحنا مجرد بس شباب فكانوا صراحة كثير في منهم يعجبوا بالفكرة ودعمونا ونحب نشكر بشكل خاص دار الهندسة ونحب نشكر ناتشرال لوكس وصحارا مول دعمونا ووفروننا هذا المكان في مطبع تبينو شاركة يعني دعمتنا بالبوسترات والرولبس ونحب نشكر كل اللي ساعدنا صراحة بكل التيم سبورت تيم يعني بشكل عام شكرا لهم كلهم بس حكي عندي إضافة صغيرة برضو في حدا إحنا نسينا نحكي عنه اللي هو رئيس الجامعة الألمانية الأوردنية الأستاذ دكتور لبيب الخضرة صراحة دعمه المتواصل لإلنا واستيعابه للشباب ودعمهم هذا لعب دور كبير إنجاح النادي صراحة هو بعض الشباب الحرية يعني هاي كلها يعني السباب عطيهم حرية بطريقة كتير كبيرة بتركي لهم غرفة الإبداع يعني إن شاء الله تكون الجامعة الألمانية قدوة يعني الإدارات في الجامعة زي ما حكيت يكونوا متفاهمين للشباب فمان شاء الله يعني شاب دائما لما يدخلوا وزن أو ما يعرف حلوها لدرجة واني يعرف نطلع عند الرئيس بساعدنا يعني ما أثر معنا بالمرة الحمد لله في اتصال دكتورة ختام سحيمات هلو هلو أهلا دكتورة تفضل السلام عليكم وعليكم السلام دكتورة ختام سحيمات مشرفة تربوية في وزارة التربية والتعليم أهلا فيكي الحقيقة أنا بحب في البداية أشكر الفريق اللي حضرتكم الصديفينه ممثل بالدكتور محمد نزال ورئيس النادي طارق عضايلة والنواب العبدالله والأخ فهد طبعا أنا على كوني مشرفة تربوية في وزارة التربية والتعليم كنت على طلاع على الفكرة اللي يتفضلوا حكي عنها الدكتور محمد نزال بالمختبر المتنقل وسمعت أنه تم اختيار طبعا بعض المدارس اللي كانت لمبادرة مدرستي وطبعا هذا المشروع لاحظت أنه يعني بالتعاوم مع وزارة التربية مشروع بتتوقع أنه كتير يكون ناجح بخدم فئة من الطلاب في مدارس تفتقر للمختبرات أيضا كنت على اصطلاع بالمشروع اللي قام فيه الفريق بالدكتور محمد نزال وطارق العضايلة في الشاشة النقطية اللي هي أضاء عمارة كاملة كان يمكن قبل سنتين لكن زي ما تفضل قبل قليل الدكتور عدنان العضايلة يعني أنا بلاحظ أنه هاي الأعمال لطلاب متميزين في عنا تقصير كبير من وسائل الإعلام في نشر هاي الأعمال يعني أحيانا بيكون ابتكار طالب أو اختراع طالب لجهاز بسيط بتتكلم عنه جميع وسائل الإعلام لكن أعمال مثل هاي الأعمال متميزة يعني يمكن القناة الوحيدة اللي بشكركم قناة رؤية اللي اهتميتوا بهذه المواضيع وبتمنى أنه دائما يكون لأنه جهد الطلاب هاد بخدم ليس فئة معينة بخدم خدمة للمجتمع المحلي وبهم بتوقع جميع فئات المجتمع الأردني وإن شاء الله إحنا يعني منتمنى لهم مزيد من التقدم ممثل برئيس الجامعة الألمانية وبهمة طبعا الشباب المتميزين ومن خلالكم أنا بشكر الدكتور المشرف على هذا العمل الدكتور محمد نزال ورئيس النادي طارق العضايلة والنواب اللي مستضيف فيهم معاه وشكرا لكم وبتمنى أنه دائما أي عمل أنه يكون يعني إحنا نستعدين أنا كوني مشرفة بوزارة تربية التعليم أني أتعاوم معاهم في أي عمل بطربوص طالما في خدمة لطلابنا ولا مجتمعنا شكرا لكم نشكرك أكيد لا اتصالك حبينا تعفو شي لا صراحة يعني هاي الشغلة تعتبر زي يعطيك العافية هاي هي الجائزة جبعتنا بالضبط أنه الناس يكونوا عجبوا بالشغل إن شاء الله ما نكون قصرنا لا بحق بلدنا ولا بحق مجتمعنا يعني إحنا هذا هدفنا لا بنربح لا فلوس ولا إشي هدفنا أنه الإشي اللي راح على اللي قبلنا واللي عمبروا علينا ما يروع على الناس اللي راح يجو من قدام أخوي الصغير ابني من هنا طالع يعني هدفنا إن شاء الله أنه نكون الأردن أحسن ونطلع فيه لفوق مع بعض لأن الأردن مجتمع فتي فإذا بنركز على الشباب إن شاء الله راح نصير كثير شغلة أكبر زفي بالأردن نازعكم أكيد الأردن راح يكون دائما أبدا من الأردن أولا نتشرر شكرا إليه يعني بجهودكم كشباب زي ما حكيت ما تضيع فرصة ولا على أي جيل يعني لاحق إن شاء الله بالفرص بطرق التعليم وأيضا زي ما حكينا بالثقة وخروجهم وتخرجهم بعد من بعد الجامعة دو أشكركم كيد دكتور محمد نزال فهد طاري وعبد الله شكرا لكم وفقين وبدنا لسه مشاريع أحسن وأكيد عبر رؤية راح نركز على المسابقات وأي مشروع لنا شكرا 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 أكيد كملين معكم دنيا يا دنيا استنون